ونذهب إلى طلال الحاج مراسل حدث من نيويورك لمزيدا من الإضاحات حول هذه الجلسة وحول عملية التصويت مساء الخير طلال نتابع معك فعلا ماذا حصل عدد الدول التي صوتت لطرد إيران وكيف تبدو ردود الأفعال دول أخرى حتى الآن مساء الخير يا لارا فعلا نتيجة التصويت كانت 29 دولة لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي تبنته تسع دول أخرى معها أصبح عشر دول متبنية لهذا القرار داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 29 دولة لصالح القرار وثماني دول فقط ضد هذا القرار مع امتناء 16 دولة عن التصويت الوقت المتحدة كانت تحتاج إلى النصف زائد واحد وبالفعل حصلت عليه عدد الدول العضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو 54 دولة ولذلك تم بالفعل طرد إيران من عضوية هيئة وضع المرأة المعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة لها مع الرجل في جميع دول العالم وهو طرد يطبق بأثر فوري وآني وإن كان رمزيا إلى حد كبير يا لارا إلا أنه حدث تاريخي غير مسبوك في تاريخ هذه المنظمة إذ لم يطرد بلد عضو في أي هيئة أو لجنة أممية نتيجة تصرفاته التي تتعارض جدريا مع تفويض الهيئة أو اللجنة التي انتخب لها ليندا توماس جرينفيلد وسيفيرة أو مندوبة دائمة الولايات المتحدة في داخل هذه المنظمة تحدثت عن ماسا أميني في خطابها المطور التي كانت كما قالت طالبة ولكنها أصبحت الآن شهيدة وقتلت لارتكابها جريمة كونها امرأة وأن النساء والرجال في إيران وقفوا سويا احتجاجا على مقتل هذه الشابة روسيا طبعا طلبت حاولت تأخير التصويت طلبت أن يطلب الرأي من الدارة القانونية للأم المتحدة على هذا التحرك غير المسبوك في المجلس إلا أنها فاشلت عندما صوت الأعضاء داخل المجلس بأنهم لا يريدون هذا الاقتراح ولا يمكن تجاهلهم شرط الـ 24 ساعة لابد أن يقدم الروس اقتراحهم 24 ساعة قبل التصويت ولذلك رفضوا أن يتجاوزوا عن هذا الشرط سفير إيران تحرك أيضا تحدث أيضا داخل هذه الجلسة تفضي نارا بس طلال يعني تقول أنه قرار غير مسبوك وتاريخي لم يحصل بأي وقت سابق ولكن هو فعليا بحسب المثاق بحسب القوانين المنظمة سواء لهذا المجلس أو سواه من مؤسسات الأمم المتحدة هل يمكن لأي دولة أن تحرك قرار طرد لأي دولة أخرى بأي حالة من الأحوال هذا صحيح يمكن ولكن لم يسبق له مثيل ولذلك توجهت الولايات المتحدة بهذا التحرك بعد استشارات قانونية ولكن لم يحدث أبدا أن تطرى الدولة لأن عضوية هذه الدولة مثل إيران تمت بالانتخاب داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصوت لعضويتها 43 دولة من مجموع 54 دولة لذلك عدد كبير من الدولة صوتت لإيران ولكن طبعا هناك 16 دولة امتنعت عن التصويت وهذه إشارة إلى عدم ارتياح عدد كبير من الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا الطرد غير المسبوق لأنه يشكل سابقا لطرد الدول الأخرى مستقبلا لأسباب مختلفة ودون وجود توثيق أو تقرير أممي للخروقات الإيرانية حيث أن التوثيق هو أساس أي تحرك داخل هذه المنظمة الدولية روسيا والصين من جانبها جادلت بأن تحرك الأمريكي هو تحرك مسيس ولن يغير الأوضاع على الأرض للنساء في إيران وأن واشنطن نفسها ليست في قلعة من قلاء حفظ حقوق البرى وخاصة بعد فرض المحكمة العليا في واشنطن حضرا على الإجهاض كما لا تحذر الولايات المتحدة بعضوية معاهدة دولية لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة أو ضد النساء لذلك هناك انتقادات وهناك تحفظ ولكن كان لواشنطن ما تريد وبالفعل طردت إيران في حدث تاريخي ولم تستطيع أن تتفادى هذا الموقف المعيب لحكومتها ونظامها في طهران وطردت وبتأثير فوري في هذه اللحظات شكرا جزيلا لك طلال على كل هذه الإضاحات من نيويورك مراسل الحدث طلال الحاج مراسل الحدث